السلام مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتي وقناتكم مطبخ ام ياقوت وصفة اليوم الشباكية المغربية اولا مخرقة اللي كتجي مجعبة وشارب العسل كتجي معلك كيف مما كتشوفو كتجي يا سلام مقادير مضبوطة تبعوا معي الفيديو باشتعرفوا على المكونات ديل هات الشباكية ولي مازال مجربات الشباكية غير زعم وتاخد المقادير جرب هات الشباكية هاتي كتجي شاشاشا ومعلكة في نفس الوقت وكلها مجعبة كيف مما كتشوفو كتجي غار قع سلو السر في الطريقة ديال تحضير ديالها تبعوا معي الفيديو حتى الاخير وعلى بركة الله الله ومصلي وسلم على سيدنا محمد عندي هنا يا كاس ديل زنجلان ما محمر موالو كان طحنه مزيان مع واحد شوية ثلاث طحين باش كيتطحلي مزيان يساعدني باش يطحن مزيان وعندي هنا يكاس ديل لوز يكون ممسوح ومطحون حتى هو مزيان يعني اللوز خضر مش محمر قدروا تعودوه بزنجلان وعندي كاس ديل زبدان وعزيت يعني مدوبة مزيان حتى أخذت هات اللون هذا كننقصو عليها البوضة وكننخليوها كننردو معها البال لأنها ضغية كتحرق وعندي كاس مخلط ما بين زيت زيتون وزيت المائدة قدروا تديرو غير زيت الزيت او لا زيت المائدة لكم اختيار ولكن زيت الزيتون يعطيها واحد لها شاشة وعندي هنا يكاس ديل معادي مرتبة فيها شعيرة الزفر الحر وعندي هنا يكاس ديل مزهر هذا مزهر هذا اللي كيكون بسبعة درهم وهو اللي كيكون زوين وعندي هنا غنج جمعاق ديل الخل وعندي هنا بايضة غير الأصفر ديالها وعندي محلقة كبيرة ديل قافة مطحون ومغربلة وعندي هنا يجمعاق القبار بما بين نافع وحبة حلاوة حتى هم مطحونين مغربلين بطبيعة الحال وعندي هنا اه خميرة الحل من فيقation وبالتباية ناعة وليات من فيقation 7 جرم أو 8 ي fills ومشي مشكيل عندي هنا ا Megan PEdit الحاجون خصوص نعم ب eating وعندي هنا ايه طحين لخاصة بها الطحين الشرخي إذًا الخبز perimeter وطحين أو البيض 并وض أو تشاهدًا 50.000 aprox 300g الميزان و الزلافة الميزان و الزلافة لا تقوم بعمل ربعة زلاف كيلو تكون شبكية وافية نخلط النواشف ندير زنجلان و اللوس و القرفة ندير الملحة و نافع ندير غير النواشف نخلط النواشف ندخل الطحين ثم نغرب لهم نضمن أنه لا تبقى لها و هم أخا و هم غربين و لكن مع ذلك نسبس هذا الشيء مزيان و نأخذ الغربال و نغرب لهم نضيف العجينة و لا تقطع لها في الخدمة كنتعاوني في الشباك يعني هالشكل هذا طريقة كنتن أغلبية كيديرها و اللي وصلت معي لهذه النقطة تخلي لي واحد لايك تشجيع لي و نضيف الزيوت و الزبدة و ندير الملحة نضيف زبدة و نضيف الزيوت و الزبدة و السببية و نضيف الزبدة نصفل زبدة و الزيت نضيف بيضاء اصفر بيضاء نضيف الزيت نضيف البناء اضع المكونات ونضيف المكونات ونضيف معلقة الخل ونضيف المكونات ونضيفه غير بالمعلقة نقص العجينة ونضيف المكونات ونضيف المكونات نضيف المكونات ونضيف المكونات اضيف المكونات ونضيف المكونات وشارب العسل من الداخل هذه هي الطريقة المعتمدة مشحار من عام ونضع فيديوهات الشباكية في صندوق الوصف وفي تعليق المقادير لهم لديه شباكية للصنقة ونقوم بطريقة نكمل هذه العملية ثم نقوم بطريقة ونقوم بسبب كبير اونا قرب العنج وكتسب البطريق امر طريقة رقم العنج شارب العسل نحاول تشبيكة نضم أغلبية تشبيكة خمسة تشراطي في الوسط نضم مائدة نضم مائدة نضم هذا الفيديو نضم مائدة صافي نضم مائدة نقص ججناب نقص ججناب نقص ججناب هي نطبق جوج على جوج نقرص جناب نقرص جناب نقرص جناب نضيف المقادير نضيف المقادير محافظين على الوصفة نضيف المقادير نضيف المقادير تجربتها نضيف المقادير تشبك الطريق نحاول نضيف المقادير سوف نجمعهم سابقا نكمل بنفس طريقة نحاول نوريكم من نفس التشبيكة لتعقلوا عليها مزيان بالنسبة للمبتدئات سهلة تشبيكة زوينة شباكية كبيرة صغيرة درجة تشبيكات ندر 4 الشريط سننعطيه نبدأ اللقم نأت بكامل نضيف واحد درجة شريط نضيف شريط نضيف شريط و نضيف مورد سوف نزيل درجة شريط سهلة 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 نضيف الشارط الأول نضيف فوق الثالث نضيف ثاني فوق الثالث وفوق الثالث نضيف نقرصها نضيف نضيف نحصل إلى نفس الوردة سوف نكمل بنفس الطريقة نتمنى أن الشرح يكون واضح سوف نقوم باستخدام سوف نقوم باستخدام سوف نقوم باستخدام نقص العافية سوف نقص العافية معي كلها نبايل نقو reviewers نقوم باستخدام نقوم نقوم باستخدام نقوم باستخدام أعرف الشباكية لكم هشيشة إذا لم تكن تشرا يعني رأس الشباكية في العدة لا تقوم بها نقص حول عجينة في الخدمة نقص ناقصة والشباكية تاير عند مئة خدمة لا تقوم بها لا تقوم بها نكبر بعليها قليلا لتحصل على واحد النتيجة نقصة نقصة كلها مجعبة مجعبة نقصة قليلا هذا هو الفيديو اليوم اتمنى لا تخرجوا لك تجربة اتمنى تستفيدوا ومجراء لك تتعلمين هذا هو الشكل نهائي شبك يلي شاكرا رأسها يعني بلا أمان نشكر فيها نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء